اشتركوا في القناة كيف؟ تفضلوا وشاهدوا وأنت عندما قلت مثل هذه المقولة الكفرية العجيبة مقولة كفرية يقولها الجفري يكثر الله تعالى إذا أحب عبدا يصير يعطيه قدرة قوة يقول للشيء فيكون يعني على زعمك يصير هذه موجودة في مقطع الجفري نعوذ بالله واضح جميل حليم يلزم الجفري بأنه يجعل مع الله شريكا لمجرد قوله في هذه الرواية المكذوبة أن الله عز وجل يجعل الولي يقول للشيء كن فيكون قال هذا الشرك مساواة مع الله لماذا لم تقل ذلك يا جميل حليم لما قال ذلك أحمد الرفاعي تفضل شاهد الكتاب البرهان المؤيد صرفهم في الأكوان وجعلهم يعني الأولياء يقولون للشيء كن فيكون ومش بس هيك كن فيكون لا حتى إذا قال الولي للأسماك والطيور تعالوا إلي مطبوخين مشويين يعني تاك أوي من عند الله تاك أوي من عند الله هذه أنت رويتها يا جميل حليم نسيت أنت رويتها وقلت أن الولي يقول الأسماك تعالي يا أسماك مطبوخين مشويين بعدين أكلهم بعدين قالهم عودي حية بإذن الله ولو هذا كلامك يا جميل حليم نسيته ولا من جيب لك والله من خاف نجيب لك كلامك بصوتك وصورتك ثم تبلغ عنا يا جبان تبلغ عنا إلى يوتيوب لن أفعل ذلك يكفي أنت تعلم ذلك جيدا طيب خلونا نوفق كلامه بطريقة أخرى عن طريق التليفون ومن كراماته العجيبة رضي الله عنه أنه كان مع خلق من أتباعه مع عدل كبير على شاطئ النهر فقال له بعض الدراويش بعض الفقراء يا سيدي نحن جياع فأشار بيده الشريفة إلى النهر إلى الأسماك وقال تعالين بإذن الله فجعلت الأسماك تخرج من النهر وتجيء إليه ثم ملأوا الطواجم وشوروا وأكلوا وبقي من هذه السمك رأسها ومن هذه السمك زنبها ثم قال له بعض الحاضرين يا سيدي ما علامة الرجل المتمكن قال أن يقول لهذه بعظام عودي كما كنت بإذن الله فتعود فكسيت لحما بإذن الله بقدرة الله بخلق الله وعادت الأرواح إليها واضطربت في الطواجم ثم قفزت ورجعت إلى النهر وانسابت في المال وذهبت نسي يكمل الرواية وفيها أنها شهدت لله بالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولأحمد الرفاع بالولاية وكذلك في قلادة الجوهر صفحيه 45 يروي نفس القصة وزيادة على ذلك أنه يقول للأسماك عودي حية مطبوخة مشوية لأنه يقول للشيء كن فيكون انظروا إلى الوثيق أظامكم ولو انسيت أنه هذا الشرك موجود في كتبكم الرفاعية يا جميل حليم لماذا لم يستنكر على النبهاني يوسف النبهاني الذي زعم أن أحد الأولياء قال تركت قولي للشيء كن فيكون تأدبا مع الله جامع كرمات الأولياء المجلد الثاني صفحة 158 أتعلمون ما معنى ذلك معنى ذلك أن الله ما أذن له ألسوا تقولون أن الولي يقول للشيء كن فيكون بإذن الله فلو أن الله أذن له لكان الأدب أن يقول للشيء كن فيكون لأن الأدب أن يطيع الله إذا كان الله أذن له فعليه أن يطيع الله ثم قال تأدبا مع الله إذن ليس من الأدب أن يقول للشيء كن فيكون واحد الاثنين يا أما أن الله أذن له فليس من الأدب أن يعصي الله أو أن قوله للشيء كن فيكون ليس من الأدب فكيف يأذن الله بما ليس من الأدب قال يقولون السلفيون لا عقول لديهم ردوا رد يا غميل حليم أنتم معاشر الصوفية شفتوا الشرك الذي عندكم عندكم شرك واضح هذه الجاهلية الأولى التي نسعى لإصلاح الدين من هذا الفساد العقدي تريدون أن تمرروا هذه الأقوال أن من عباد الله من يقول لشيء كن فيكون إذن الله يأمر هؤلاء الأولياء بما ليس من الأدب أو أن الله لم يأذن فيكون الشرك قد وقع ويكون قولكم بإذن الله هروبا من إنكار الناس عليكم كما كان يهرب محمد علوي مالكي بهذه الكلمة بإذن الله ويقول في نفس الوقت النبي متصرف في الكون بإذن الله من قال لك ذلك أنزل عليك وحي وأخبرك الله أنه جعل النبي متصرفا في الكون أذن له بذلك يا كذاب وزعم يوسف النبهاني أن علي بن أبي طالب قال لعمر أن ابتيني أعطي طاقية هذه للشيخ عبدالوهاب الشعراني وقل له يتصرف في الكون أتعلمون معنى ذلك معنى ذلك أن الإذن بالتصرف لم يعود من الله وإنما بإذن عليه رضي الله عنه أعطي طاقية هذه لعبدالوهاب الشعراني وقول له يتصرف في الكون إذا من الذي أذن له ما بقى بإذن الله صار بإذن عليه حتى تعرفوا حتى تعلموا الوضع المزري الذي كان عليه الناس منذ ثلاثة قرون وما قبل أيضاً وكان المسلمون في أسوأ وأضع في أحوالهم ثم يأتي هولاء ويسطرون لنا الكتب الحمراء فلان طار في الهواء فلان أوتي التصرف في الكون يا عمي ما نريد تصرف في الكون نريد التصرف في إسرائيل خلصونا من إسرائيل ماذا ينفعل أن تتصرفوا في الأكوان وأن يكون أحمد الرفاعي غوث الأغواث وأن يكون عندكم القطب والبدل والنجب ويا كرماتكم في عالم الضعف الذي يعانيه المسلمون قسمت بلادهم سايس بيكو يبدو أن سايس بيكو هو المتصرف هو المتصرف في الكون سايس بيكو قسم البلاد العربية والإسلامية قسمها وين كرمات مشايخكم اللي طالت يعرجون إلى السماء ويكونوا فوق العرش كما قال شاه بهاء الدين نقشبند أو بهاء الدين شاه نقشبند كل مأرة العروج يتيسر لي فوق العرش وبيصير بيني وبين العرش كما بين السماء والأرض يا رطيف جالسين يقولون ليس بمحدود فيحد ينزه عن المطعومات والمشمومات والمأكلات ليس كالشجرة وليس كالغصم هكذا ينزه رب العالمين وأنتم مع ذلك مشركون ولا ينفعكم أن تقولوا بعد ذلك بإذن الله شفتوا شفتوا الكذبة الصوفية على الله ضربة في الصميم وورط إلى الجحيم يا جميل حليم الله أكبر الحق معنا شوفوا تولوا بشار تولوا المخابرات اللبنانية والسوري افعلوا ما شئتم لكن الحق ليس معكم بل كوننا الحق معنا نحن كوننا نحن الغرباء فالحمد لله لا نتولى بشار النصيري ولا نتولى المخابرات وإنما نصبر ونحتسب وندعو ونصبر على الأذى في هذه الدعوة الأولياء المجلد الثاني صفحة 158 وزعم يوسف النبهاني أن علي بن أبي طالب قال لعمر أن ابتيني أعطي طاقية هذه للشيخ عبد الوهاب الشعراني وقل له يتصرف في الكون جام كرمات الأولياء المجلد الثاني صفحة 135 وكذلك المجلد الأول صفحة 132 بل نقل أبو الهدى الصياد عن الرفاعي أحمد الرفاعي عن أحمد الرفاعي أنه قال وإذا صرف الله تعالى الولياء بل زعم الصياد بل زعم الصياد الرفاعي أن الولي يصل إلى درجة يصير صفة من صفات الله وين تنزيهك عن التشبيه يا جميل حليم هؤلاء مشايخ الرفاع هؤلاء مشايخ الرفاعية يقولون الولي يصير صفة من صفات الله في الكون المطلق صار أمره بأمر الله إذا قال للشيء كن فيكون الحمد لله يا زميل حليم اعترفت الآن أن كتب الرفاعية تجعل لله شريكا مساويا له مثل ما أنت أشرت قرادة الجواهر صفحة 73 وخمسة مئة وخمسة وارفين والمعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية صفحة 47 والبرهان المؤيد صفحة 94 كما ذكرت من قبل صرفهم الله في الأكوان وجعلهم يقولون للشيء كن فيكون كذلك ذكرها يوسف النبهاني في جامع كرامة الأولياء عن ابن عربي أنه قال ذلك مجلد الأول صفحة 132 لذلك جميل حليم يكفر أحمد الرفاعي ويتهمه بالشرك ويلزمه أيضا أن يكفر أبا الهدى الصياد الذي كذلك زعم أن الأولياء يقولون للشيء كن فيكون وأن الولي وأن الولي يصير صفة من صفات الله وهو حضرته جميل حليم كذلك ذكر قوة خاصة بالله عز وجل وهي يقول للطيور تعالي أو الأسماك تعالوا إلي منتوفين مقشرين مطبوخين جاهزين عفوا من أي تيك اووي إن عملوا هدول السمكات لا إله من أي مطعم تيك اووي شو هالحكي هذا سمك مشوي من عند الله تيك اووي فما سأله أحد الفقراء ما علمت الرجل المتمكن قال أن يقول لهذه الطيور أو الأسماك عودي حية كما كنت طبعا هو قال بإذن الله طبعا يطر يقولها حتى ما يلزم لكن ما نفع بإذن الله من قال أن الله أبن كذب القول على الله بغير علم على حد الشرك هل سوف يعمل جميل حليم فيديو يرد به على هذه الفضيحة أم لا هو الآن اعتبر الجفري مشرك يساوي الولي مع الله لمجرد أنه زعم أن الولي يصرفه الله في الكون ويجعله يقول للشيء كن فيكون ننتظر إن شاء الله إجابتك يا جميل حليم أنت كفرت أنت ما قلت مثلا مثلا استدل أحمد الرفاعي برواية ضعيفة مثلا ظنها صحيحة يعني ممكن يلتمس العذر لكن الآن أنت تصرح بدون أي شيء أن هذا شرك ومساواة مع الله وهو ما قاله أحمد الرفاعي ونقله وأقره سائر الرفاعي ومنهم صاحب كتاب المعارف المحمدية وكذلك صاحب كتاب قلادة الجواهر وكذلك أحمد الرفاعي الذي نسب ذلك إلى بعض الكتب السماوية أن الله يقول يجعل الولي يقول للشيء كن فيكون فنطلب منك أن ترد على هذه الفضيحة التي سبحان الله يعني من فمك أدينك أنت الآن ورط نفسك كيف سوف تخرج نفسك من هذه الورطة أكبر فالله أكبر هكذا جعلنا جميل حليم شاهدا على شرك أحمد الرفاعي وعلى الرفاعيته وذكرني بقول الله عن امرأة العزيز وشهد شاهد من أهلها جميل حليم أنت شاهد من أهل الطريقة الرفاعية على الشرك عند الطريقة الرفاعية تحياتنا جميل حليم رد إن كنت رجلا هذا الذي جعل مفتي لبنان الشيخ عبد الواسط فاخوري مع أنه صوفي جعله ينتقد هذه المظاهر الشركية انظر ماذا قال وهو يعاين هذه الجاهلية في بلاد المسلمين قال وإن أكثر العوام من جهلة الإسلام قد تغالوا وأفرطوا وابتدعوا بدعا تخالف المشروع من الدين القويم فصاروا يعتمدون على الأولياء الأحياء منهم والأموات معتقدين أن لهم التصرف وبأيديهم النفع والضر ويخاطبون بخطاب الربوبية يعني يعني الشرك وقع في الأمة وين الجفر الذي يقول أبدا الشرك لا يقع في الأمة كذب قال وهذا غلو في الدين القويم وخروج عن الصراط المستقيم إذن هذا هذه شهادة من مفتي لبنان في كتاب كتبه وحرفتموه أنتم يا جميل حليم وحذفتم منه حوالي ست صفحات وطبعتم الكتاب في اليمن وهو محرف وأسقطتم منه حوالي ست صفحات فعلى ذلك أحد أتباعكم واسمه نزار فاخوري يعني هو من نفس عائلة فاخوري وحرف كتاب مفتي لبنان عبد الباصد فاخوري وداب لساننا ونحن نخاطب المفتين القباني ومن بعده عبداللطيف دريان يا جماعة الكتاب تم تحريفه أتفضل عملوكم حل في الكتاب عاقب هؤلاء الذين طبعوا الكتاب وحرفوه لماذا هذه المسألة يتكتم عليها ولا يجرؤ حتى مفتي لبنان عبد الباصد فاخوري أن يفتح ملفا بذلك أن يفتح هذا الملف وأن يكشف حقيقة المزورين لكتاب مفتي لبنان السابق عبدالباصد فاخوري لماذا؟ لأن فيه مشكلتين الأولى ثناؤه على عقيدة محمد بن عبدالوهاب ثانيا إثباته وقوع الشرك والغلو والاعتماد على الأولياء الأحياء منهم والأموات فلذلك كان لزام عليهم أن يحرفوا هذا الكتاب ويسقطوا هذه الصفحات ليخرجوا الكتاب بحلة جديدة كما ترون الغلاف وقد قالوا في صفحة 199 إلى 200 هناك سقط في الكتاب نستدركها في الطبعة الثانية إن شاء الله شوفوا الكذابين الأفاكين الله أكبر نحن أهل نحن أهل التوثيق وأهل الدليل يلا يا فتحة ناطينك ناطين جواب منك إن شاء الله السلام عليكم